أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضة وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبهى الدولي في عمل إرهابي ووحشي وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركم تركي المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبهى الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة وأضاف العقيد المالكي أنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشضايا على مطار أبهى الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ترجمة نانسي قنقر